كتير من زملائي سألوني عن التقنية اللي أنا استخدمتها في عرض البرزنتيشن ويرلسلي على البروجيكتور فالجواب هو الجهاز اللي قدامكم كروم كاست ألترا من جوجل جوجل كروم كاست بيمكنك من تحويل تلفزيونك إلى تلفزيون ذكي عن طريق بث أو ستريمينج لمعظم أنواع الوسائط المتعددة زي البرزنتيشنز والفيديوز من يوتيوب نتفلكس جوجل بلاي وفوتوز وغيرها فإذا كان تلفزيونك أو البروجيكتور في بورت HDMI تقدر توصل جوجل كروم كاست بالHDMI وتعمل ستريمينج من تلفونك أو اللابتوب على التلفزيون بطريقة سهلة وسريعة جوجل كروم كاست ألترا بيتميز عن الموديلات اللي قبليه بأنه بيدعم تقنية 4K والHDR فيديوز وممكن يتوصل على شبكة 5 جيجا هيرتز اللي حتساعد على سرعة التحميل بالإضافة أنك ممكن تعمل ميرورينج من جهازك والحلو كمان في الموضوع أنك ممكن توصل كروم كاست بمعظم أجهزة الأندرويد والآيفون أو الآيباد وحوريكم دلوقتي إزاي حعرف جهاز الكروم كاست على التلفزيون في الأول حنوصل طرف اليو اس بي مع الباور والطرف الثاني بالHDMI اللي في التلفزيون وفي حالتي هنا أنا مستخدم HDMI سويتش واخترت أحد البورتس أوصله بالHDMI قبل ما نبتدي إحنا محتاجين ننزل تطبيق جوجل هوم من جوجل ستور أو الآي تيونز وبمجرد فتح التطبيق هنلاقي إن جوجل هوم اكتشف جهاز جديد هنضغط على Add New Device ونكمل في البروزيس استخدم الجهوم الحالي وبعكية Next هيبتدي البرنامج يحاول يتعرف على الكروم كاست وأول ما يلاقيه هيبعث الكود للتلفزيون لحد ما يعمل اتصال هنصرع الفيديو شوية لتوفير الوقت بس بصراحة جوجل أبدعه في Loading Animations لتسلية المستخدم وبعدين هيطلب اختيار الغرفة لتحديد موقع الجهاز وفي الحالة دي اخترت Family Room وبعدين هيحاول يشبك على شبكة الواي فاي وتقريبا دي آخر خطوة في عملية الإعداد قبل عملية الربط هنضغط Finish وبكده الكروم كاست جاهز لعملية Streaming أو الكاستنج والتوضيح معنا الكاستنج هو عملية بث وعرض الصوت والصورة أو أي محتوى آخر من الموبايل أو الكمبيوتر على التلفزيون هجرب معاكه دلوقتي مثال على ستريمينج من اليوتيوب لما بشغل اليوتيوب هلاقي آيكون يظهر فوق على شكل تلفزيون بعد الضغط عليه هيظهر جهاز الكروم كاست الجديد اللي احنا أضفناه باسم Family Room TV لما نختاره هيبدأ الفيديو يعمل ستريمينج على التلفزيون بجودة عالية ونقاء صوت وصورة ممتازة ولو ضغطت على فيديو تاني هيدي لك اختيار إضافته للكيو بحيث يشتغل بعد انتهاء الفيديو الحالي وهنا حابب أنوه أن من أهم الفرقات بين الكاستنج والميرورينج أنك في حالة الكاستنج لما تشغل الفيديو من تلفونك تقدر بعدها تستخدم تلفونك عادي بدون انقطاع للستريمينج على التيفي وحتى ممكن تسيب المكتب أو المنزل والفيديو هيكمل عادي جدا جهاز الكروم كاست الصراحة ضريف وعملي جدا مناسب في الشغل أو الاستخدام الشخصي لأنه متحرك بالإضافة أن سعره برضو مناسب أنا اشتريته من برجن ب299 درهم يعني حوالي 80 دولار ترجمة نانسي قنقر